الشيخ أو المعركة ما هو ف dolor فيس بوك بس ما هو يوتيوب بس ما هو سوشال ميديا بس لأقسام كتير. أولها وأهمها هو السوشال مكتنج اللي هي التسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. اللي هي طبعا التسويق من خلال فيس بوك ومن خلال zero topics من خلال البنترست كل ده. والأشكال كمان الاقل شوعا او اللي كنت اقدم شوية التسويق من خلال الفورمز والمنتديات بتاعت زمان الويكيبيديا نفسه والكورة والحاجات دي كل الويب سايتز دي اللي فيها تفاعل وتواصل مع العملة وبعضها او المستخدمين وبعض كل ده بيندرك تحت نطاق السوشال ميديا ماركتنج وده موضوع كبير ان شاء الله هنتكلم عليه برضو بتفصيل اكتر ازاي تستخدم السوشال ميديا دي في التواصل مع العملة وفي الدعاية للمنتج بتاعي ايه تاني عندنا التسويق من خلال تهيئة او من خلال محركات البحث طيب اه ليه يعني ايه التسويق من خلال محركات البحث يعني لما حد يعمل من خلال اي محرك بحث غالبا جوجل يعني عايز اطلع في الصفحات الاولى او في الصفحة الاولى عندي حلين او طريقتين يعني اما هطلع بشكل او شكل مجاني طبيعي وده بستخدم له حاجة اسمها تهيئة محركات البحث انا عايز اطلع بالشكل ده مجانا عشان اطلع بالشكل ده على طول في الصفحات الاولى بيحتاج بعض الحاجات اللي انا بعملها على الموقع بتاعي او على بتاعتي اللي عايزها تظهر اه على الموقع نفسه من اول التصميم من اول التنظيم من اول طريقة الكتابة والكيووردز المستخدمة وده من سميع حاجات جوا الويب سايت بتاعي او الصفحة بتاعتي لازم اعدلها اه دي اول خطوة الخطوة التانية حاجات برا البيج بتاعتي او الويب سايت بتاعي بسميها ازاي بقى انشر الويب سايت بتاعي زي اعمل لينك بلدنج اخلي الناس تدخل وعلي بتاعي اللينك بتاعي والدومين بتاعي بشكل عام ودي برضو فيها شغل تكنيكا لشوية هنبقى نتكلم عليه قدام شوية فكده خلاصة ان انا بحاول اوصل للعملية اما بشكل مجاني او الشكل التاني بقى لو انا ما عنديش وقت او مجهود ان انا اعدل في الويب سايت بتاعي وابني لينكس واعمل كل ده بشتغل بحاجة اسمها الدافع مقابر النقرة بدفع فلوس بين خلال مسلا جوجل ادز كمثال يعني من اكبر الامثالة بتاعتها بدفع فلوس لجوجل بعمل اعلان ان لو حد عمل لو انا مسلا عيادة اسنان لو عمل على عيادة اسنان في المنطقة الفلانية اطلع انا من اوائل النتائج اللي هتطلع له وبدفع فلوس مقابل الظهور ده وبدفع فلوس مقابل كل نقرة او كل 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 حاجة ليه عيوبها وليها مميزاتها والاسي او برضو ما يعتبرش مجانا تماما انك بتبزي المجهود عشان يطلع على الصفحات دي بس هو اكثر كريداباليتي بشكل ما كده خلصنا السوشال ميديا ماركتينج سيرتش انجين ماركتينج فضل لنا الانترنت نفس اللي بعمله كببليك في الحياة العادية بعمله ان انا ازاي اعمل تسويق غير مباشر من خلال مسلا المواقع الميديا اللي ليها انتشار واسع من خلال المواقع اللي بتتكلم في المجال بتاعي من خلال في المجال بتاعي او اللي ليهم متابعين كتير ويقدر يساعدني في انتشار المنتج بتاعي نفس اللي كان بتعامل بعمله اونلاين بالزبط ما فيوش اي اختلف فاضل لنا هو هو برضو عارفين والاعلانات اللي في الشارع والحاجات دي كلها هي هيحة بس اونلاين في الشارع بتاعنا بقى اللي هو الانترنت اللي بتشوفها على اليوتيوب اللي بتشوفها في الويبسايتز اللي بتطلع لك في كل ده الفرق انها انتر اكتف ان انا بقدر اكليك عليها وبقدر اروح هنا اعمل اكشن معين وده حاجة مهمة جدا برضو من مزايا الاونلاين يعني سواء بعمل بانر بقى صورة عادية او فيديو كل ده من خلال بقى جوجل ادز او جوجل ديسبلي نتورك او من خلال الفيسبوك او التويتر اوديانس كل واحد منهم ليه شبكة اه الخاصة بي اللي اقدر اعلن عنها وبرضو ده ان شاء الله في فيديو اعلانت الفيسبوك انا بنتكلم عليه باستفادة اكتر فاضل لنا الموبايل ادفيرتايزنج موبايل ادفيرتايزنج او موبايل ماركتينج مش محتاجين نتكلم عنه كتير لانه هو بديهي كل اللي فاده اصلا بقى من خلال الموبايل فاضل بس لو هتستخدم موبايل ابليكيشن لو عايز تستغل خاصية الجي بي اس خاصية الاتصال على طول كل ده ازاي تخلي الويب سايت بتاعك اه موبايل فريندلي موبايل فريندلي بشكل اه اسهل يعني الناس تقدر تخش عليه من الموبايل بصورة اسهل وبرضو الايميل ماركتينج اللي زكرناه قبل كده ستيل لسه مستخدم بشكل قوي جدا ومهم جدا الفرق انه هو ده والميزة بتاعته انه هو بيبقى لشخص معين ممكن ابعته ممكن اتراك الشخص ده تفاعل ازاي مع الايميل بتاعي وطبعا ليه برضو استخداماته السيئة الناس بتعمل او بتبعت لناس بشكل اه ده موجود طبعا في كل بتاعتنا اخر حاجة من الديجيتال ماركتينج بقى او ديجيتال ماركتينج تولز هو الافلييت ماركتينج التسويق من خلال العمولة او تسويق بالعمولة تسويق بالعمولة ده يعني زي برضو في التراديشنال السمصار فكرة السمصار ان انا عندي منتج بخلي حد يساعدني في التسويق لها وصاد نسبة ربح بعمل نفس الكلام ان انا بروح سوق دوت كوم مثلا بتوفر ان انت ممكن تاخد كم منتج من عندها بلينكات معينة وتنشرها عندك على السوشال ميديا بتاعتك او على الويب سايت بتاعك واي عميل هاشتري المنتج من خلال اللينك ده هتاخد نسبة عليها سوق دوت كوم مستفيد والمسوق بالعمولة مستفيد يعني ايه برضو يعني انا لو عايز اا اا استخدم الافلييت ماركتينج عشان اا اا اسوأ للمنتجات بتاعتي مثلا لو عندي مثلا فور باي فور ماركتينج كورس اسيات التسويق او ديجيتال اكس ديجيتال ماركتينج كورس اجيب اا اجيب مصوق بالعمولة واقول له خد لينك معينة ليك خاصة بيك لينكات خاصة ليك لكل كورس اي عميل هيجيلي من خلال اللينك ده وهيسجل وهيشترك في الكورس من خلالك ليك نسبة عشرين في المية مثلا وانا رابح ان هو سهل علي الدعاية وهو رابح ان هو قدر يسوق لي الكورس بتسويق حقيقي لناس مهتمة فعلا والاستفادة متبادلة وخد العمولة بتاعته وليها مصمتين سعب بسموها على اساس ان انت بتدفع رقم معين من الفلوس اصاد ان اكشن معين بتطلبه من المسوق بالعمول ده باختصار التولز بتاعتي في الديجيطال ماركتنج عرفنا دلوقتي في اعلقة ديجيطال ماركتنج بالماركتنج بلاين الاساسية او بالماركتنج عملة ان هو في جزء البروموشن عرفنا يعني ايه ايه ماركتنج ويه الفرق بينه بين الايي كوميرس والايي بازنس وعرفنا الشانلز المستخدمة سواءا سوشال ميديا او سيرتش انجين اوبتمايزاشن او 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 اخيرا الافليات كل ده اه يعني انتشر بشكل كبير جدا وبقى مميز جدا وسهل استخدامه بس لما اه يعني نكون حطينه في نطاقه السليم من غير ما نغفل الكونتنت نفسه المحتوى اللي انا بقدمه وده علم لوحده او يعني موضوع كبير لوحده دايما بنقول هو هو الملك فعلا بدون مميز كل ده مش هيبقى ليه اي لازمة من اهم الحاجات فعلا في موضوع وقبل كده كمان بتاعك انت عايز توصل ايه للعميل بتاعك ازاي توصل بتاعك والسيجمنت اللي انت هتختارها كل ده لازم يحطه في الاعتبار ليه الانتشار الكبير بتاع السوشيل ميديا او الديجتال ماركتنج تحديدا لانه بيرتكز على حاجة اسمها برميشن ماركتنج برميشن ماركتنج اللي هو الاستئذان التسويق باخد اذنك قبل ما سوقلك يعني انت في اي وقت تقدر ترفض الاعلام بتاعي تقدر تعمل انسبسكرايب من الايميل بتاعي تقدر تعمل لي بلوك تقدر تقدر ده مش موجود في الطرق التانية ولذلك يعني الناس بتفضل السوشيل ميديا او بتفضل الديجتال ماركتنج بشكل عام لانه بناخد اذن العميل الى حد كبير اه ليه مسمة تاني برضو ان انا بشرك العميل بتاعي في المحتوى في انه يعمل لي لايك يعمل لي كومنت يعمل لي ريفيو يعمل لي ريكمنديشن يعمل هو محتوى يساعدني في الدعاية يكتب تجربته كل ده ما كانش متاح في الطرق اللي قبل كده فعشان كده يعني الديجتال دي انتشرت اكتر لان انا بعمل اه للعميل بتاعي وبساعده ان هو يعمل يعمل الخاص به بشكل مميز اه ان شاء الله هنكمل الموضوع ده بشكل تفصيلي اكتر قدام هنتكلم عن اللي هنستخدمها ان انا لازم بقى فيه هنتكلم عليها فيديو تاني ان شاء الله باختصار اه هنتكلم عن عن اعلانات الفيسبوك وطبعا ما ننساش ان احنا هنرجع في فيديوهاتنا عن بشكل عام وبعض عليها شكرا لمتابعتكم ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاي شكرا